ومننتقل لمساحة جديدة من مساحات صباحنا غير نور شهر رمضان الكريم حمل معه عادات جديدة ويعني طقوس اجتماعية مختلفة كانت وأيضا العيد بيجي وبيحمل معه كمان طقوس مختلفة أكيد نيرمين ويمكن الطقوس هاي بعدنا نحنا محافظين عليها وعايشين يمكن تفاصيلها رغم تطور العصر والتكنولوجيا والسوشال ميديا يمكن لأخذ كل وقتنا ونوعا ما عاملة تباعد اجتماعي نحن كان هاي الطقوس الجميلة قداش اليوم بعدنا بسوريا رغم كل ظروف وسنوات الحرب عم نحاول نحافظ عليها ونعيشها معنا الأستاذ محمد لبابيدي يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يسعد صباحك نور يسعد صباحك نيرمين يسعد صباحك هذا البرنامج ومشاهدي القناة الإخبارية إنما كان يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك نحن حاليا بالعشر تيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم وإلهم تقصهم الخاصة يلي عم تتزامن بتحضيرات قبل العيدة خلينا نحكي عن هاي الأجواء يلي لازم تكون وخصوصا من مجتمعاتنا السورية طبعا شهر رمضان هو شهر الخير شهر العطاء شهر المودة شهر المحبة هذا كله نحن نعرفه لأنه بتزيد مثل ما إلنا الطاقة الروحانية بهذا الشهر ويتكون النفس طبعا مهيئة لتلقي الرحمات الربانية طبعا أي إنسان طبعا عندها الطاقة الإيمانية الإنسان لحاله بيحسن عينش فلازم يكون بمجتمع هذا المجتمع بتتوزع فيه الروحانيات فمشوف شفنا نحن مثلا بعاداتنا وتقاليدنا موائد الرحمن وطعام الطعام لأنه هاي من سنة العقائد في رمضان وأيضا مثلا سكبة رمضاني اللي كنا كتير نحن نفتخر فيها بالبيوت الشامية الأديمة بتشوفي مثلا الست البيت كانت تطبخ طبخة واحدة لكن على الصفرة تلاقي 7-8 طبخات لأنه في هاي السكبة في عنا المسحرات اللي كان مثلا له دور كبير بإيقاظ الصائمين وأيضا بيبث بعض العبارات الجميلة اللي بتدعي للمحبة والمودة وقالنا نحن يعني أشهر مسحراتي كان حسن الخراطي اللي كان بعباراته الجميلة يعطي عبارات وطنية أكثر ما هي تكون روحانية كان بزمن الاحتلال فكان يأيقظ الصائمين على محبة الوطن والوقوف في وجه المحتل طبعا نحن في عنا مثل شامي بيقول ونحن عم نحكي عن الشاميات هلأ دوراثيات الشامية بعد ما شفنا طبعا طايف بحمى وشاهيتون عند الصبح طبعا في عنا مثل شامي بيقول أنه رمضان العشر الأول للمرق شو معنات للمرق يعني لأكلات رمضان موائد الرحمن بتشوف الناس كلها عم تتسوى لأكل رمضان هلأ العشر الثاني بيسير للخرق شو يعني للخرق اللي الناس بقى تبلش تشتري أواع العيد والتياب العيد وآخر عشر هي للورق اللي هي حلويات العيد طبعا التراثيات هي بحد ذاتها مبعث للفرح فالإنسان بيحافظ على هذه التراثيات ولكن تتعلق المقدارة وكيفيتها بالحالة الاقتصادية فمنشوف كثير لحنا الآن عادات موجودة مثلا من ناحية مثلا الحلويات ولكن اختلفت النوعيات فإذا كانت الحالة الاقتصادية قوية كنا نشوف نوعا نحن الآلب المعمول الكبير محبة بالفستق بالجوز باللود مع الناطف مع كذا الآن يعني حسب الحالة الاقتصادية خفت صار في حشوات بديلة المهم أن تراثيات الفرح الشعب يحافظ عليها لأنه هي من نسيجه لكن يطورها ويتأقلم فيها بحسب الحالة الاقتصادية والإمكانية خلينا ننكز على هذه النقطة تحديدا أستاذ محمد يمكن مثل ما قلت يعني منحاول يمكن نحافظ على هذه التقوز تصرروا من كل الظروف والوقت اللي نحن عايشين فيه أدي أهمية الحفاظ على هذه التقوز والعادات والتقاليد لأنه هي جزء يمكن من تراثنا وهويتنا وجميل يعني إلى الآن اليوم بعدنا عم نورس أولادنا وأولاد أولادنا هي التفاصيل يعني يقول لك فيه ناس كثير ما شفتهم برمضان صلة الرحم قديش مهمة اللمّة الجمعة مع أنه نحنا في 2022 يعني أغلب الناس بتلاقي على السوشيال ميديا عنده عالم افتراضي عايشة فيه طبعا نحنا بنقول يعني الإنسان مثل الشجرة يعني أوراق إلى جذور هالجذور هي التراثيات والتقاليد والعادات اللي عندنا الأعادات الجميلة التراثيات الجميلة نحنا دائما نتمسك بهي يعني فيه تراثيات مثلا غير مناسبة أو كذا مو شرط نحنا نتحجر عليها ولكن التراث بحاجة إلى تطوير يعني ما يكون مثلا أنه والله أنا بالقرر مثلا الـ 21 الآن وكذا ونحنا للساعتنا مثلا على نفس الالتيابس القديمة والأحاديث القديمة لا أكيد نحنا هذا التراث ما نحافظ عليه ولكن منطوره تراثنا قابل للتطوير لكن في ملاحظة نحنا نقول حتى بالتنمية البشرية أنه الإنسان كلما زادت التكنولوجيا كلما حن للبساطة صحيح يعني السوشال ميديا وجود الإنسان بالعالم الافتراضي بيسبب حتى ضغط على الخلايا فبيلجأ الإنسان للبساطة فبيحن حنه كثير هلأ مثلا لأجواء المسحراتي حنه كثير لأجواء الحكواتي وتشوفوا هلأ مثلا أنتو يعني انتشرت عنا كثير هاي الخيام الرمضانية والفطور فعم يشوفوا هالتقاليد الناس عم يتحنن له كثير والمولوية والأنشيد الحلوة والكذا عم يحن الإنسان للبساطة كلما زادت تعقيدات الحياة كلما حن الإنسان للبساطة وتراثياتنا جمالياتها ببساطة نعم خلينا نحكي عن الطقوس اللي تعتبر هي من ثوابت العيد واللي ما تغيرت يعني نشوف في عادات أصيلة وعادات صارت نتيجة التطور التكنولوجي وكثير من العوامل تغيرت فش هي الثوابت اللي برأيك اليوم حافظنا عليها بالعيد الثوابت بصراحة هي فرحة العيد يعني العيد فرحة يعني والحياة دائما منقول هي الأقوى الحياة أقوى مهما كانت الظروف الحياة أقوى والإنسان سبحان الله يتمسك بنفحة أمل من التراثيات الجميلة اللي احنا حافظنا عليها هي مثلا شراء الملابس حتى نحن بالسنن الروحانية أنه لازم الإنسان على العيد يشتري شي جديد حتى ولو كان مثلا لنوعا ما صعب شوي مع أحوال اقتصاة يعني لحظة يعني ممكن الإنسان أنه ينكسى من فوق إلى تحت وممكن الإنسان يعني ينكسى بجزء معين المهم بأنه يجيب شي جديد يعني يشعر بالعيد التراثيات الجميلة اللي احنا الآن حافظنا عليها هي الحلويات اللي احنا مشهورين فيها على مستوى العالم يعني الحلويات السورية يعني غزة أوروبا مميزة بكل على الصعيد العالم بأسره يعني انت شفتي مثلا سوق الميدان عنا الآن نحن في دمشق هو السوق الرمضاني الأشهر عالميا بعد خان الخليلي في مصر ومطبخ العالم العربي هو في سوريا الحلويات بتشوفي الآن يعني كنا نحنا نمشي بالحارات تسمعي الطقطقة من بعد ليلة الأدر بعد أحياء ليلة الأدر بلش بقى اللي بيمشي بقى بحواري الشام القديمة يسمع طقطقة المعمول والمعمول الجوز والعجوة ومعمول النارنج مثلا والفواكي هاي تراثيات نحن منحبة مجرد ما اسمعتي انت هذا الصوت بشعرك بالعيد بفرحة العيد كانت الناس بمرحلة ما اقتصاديا تحسن الوضع الاقتصادي فصارت الناس تاخد جاهز وتوطر الاقتصادي بيصير أخفض شوي بيصير بياخد الواحد المواد وبيعطيها لها بياع الحلو يساوي له ياها بيدنى الواقع الاقتصادي أدنى شوي بيصير الواحد بيشتغلهم بالبيت أما الموجودين لازم يقوم فيه أجمل التخص كانت سابقا بغض النظر عن الأحوال الاقتصادية انه كيف الناس يعني العائلة كلها تجتمع وتشتغل المعمول العيد ما زال نوعا ما محافظين على هاي التفاصيل بس الأحوال الاقتصادية نوعا ما صعبة فيمكن اختلفت شو الطريقة وكيف والكمية وكيف عم تنشغل بس يمكن أجمل ما في العيد يعني غير لما نحكي عن التياب والحلويات فرحة الأطفال يمكن اللي هي بعدها محافظة على هاي البصمة الأساسية للعيد كيف الأطفال بينطروا العيد مشان ياخدوا العيدية ينزلوا يحتفلوا مع رايبينهم ينزلوا يعيدوا بالمرجوحة هاي يمكن من أجمل التخص اللي ما زالت اليوم رغم متل ما قالنا التطور التكنولوجيا بعدنا العيال السورية محافظة عليها طبعا هي العيد فرحة وفرحة الأطفال فرحة العيد لأنه فيه انطلاقة يعني بصير المصروف غير محدد يعني ما فيه مقدار معين من المبلغ مثلا تريع المدرسة تأخذ المبلغات صار فيه أكتر من مورد لهذا الصرف وصار فيه بحبوحة صار الولد عنده حرية والحرية ظريفة يعني الواحد أنه ينزل على السوق يلعب كزا يتمتع بهذه الحرية طبعا فرحة الأطفال تنعكس على فرحة الكبار يعني فرحة العيد عند الكبار هي منطاقة فرحة الأطفال يعني العيدية وتي يعطيها مثلا الجد أو الأب أو العم أو الخال أو الخالة أو العمة للطفل لعش �つ فرحة الطفل تنعكس على المعطي فبتشوفي أن فرحة الكبار بالعيد هي من بعثة من مين من فرحة الاصغار طبعا مثلما قلنا البحبوحة اللي بعيش فيها الطفل بيخليه يشتريه بيخليه يطلع بيخليه يطلع مع رفقاته بيعطوا الأهل مثلا مجال الحرية للطفل هاي بصراحة فرحة العيد وما بننسى طبعا لمة صباحية العيد بالبيت الكبير بيت الجد مثلا والجدة هاللمة هاي بجوز ما يكونوا شايفين بعضهم مثلا من فترة مثلا ما اجتمعوا هالجمعة هاي من فترة لكن بيصير في عنا استثنائيات بصباح العيد جمعت لمة صباح العيد بعد صلاة العيد وزيارة البرية طبعا ببيت الجد والجدة هاي اصبحت من الثوابت اللي لازم اذا ما صارت ما بنشعر لحنا بالعيد طبعا في حال كان الجد والجدة متوفين بيكون عند الاب والام وفي حال كعدم وجودهم عند الاخ الكبير هاي طبعا من ثوابت السوريين يلي الى الان الى حد ما محافظين عليها نحكي كمان عن طريقة تقديم التهنئة بمناسبة العيد من لاقي فيه اشخاص بيبعثوا رسالة عامة لكل الاشخاص ومنحنا بنعرف هلأ بهذا الوقت شبكة علاقاتنا صارت كتير واسعة وكبيرة فهل هو صحيح انه نحن نعايد كل الاشخاص ممكن شخص انا نلتقت فيه مرة ومرتين ويعني لغرض معيان نفس الطريقة المعايدة بتكون للشخص القريب فيه اشخاص مثلا ممكن بيكتفوا بنشر بوست وانه بيعتبروا عام عايد ولكل فاسلوب المعايدة رغم هذا التطور مقبول وطريقة المعايدة لكل الاشخاص هي لازم تكون نفسها؟ لا احيانا بتكون المعايدة اذا كانت رسمية بين العلاقات الحميمية تكون مؤلمة يعني انسان مثلا يبعث والله بطريقة رسمية الى والده او لوالده او لابوه يعني بتكون مؤلمة بدي بالرسالة او البوست يشعر الخصوصية يعني مثلا احنا فيلنا طبعا اصدقاء مثل ما اتفضلتي انه والله علاقات محدودة او كذا ممكن هذا البوست يروح مثلا انه انا تذكرتك حتى انحنا لما تصل له الرسالة نعرف انه هي مرسلة للكلفة يعني يمكن ما ارد عليها لا بارف مو انا المقصود فيها يعني اعين عليك يعني يا رمين هذا المظبوط يعني فيه رسالة سبحان الله تجيك يمكن ما بترد عليها يعني ولو جيت بشكل يومي يعني اما فيه رسائل سبحان الله بتدمي عينك فيه رسائل بيرجو في قلبك بيخفوق قلبك الها تبهت علي خاصة اذا بتكون مكتوبة بروح الانسان وليست منقولة يعني كلمات بسيطة مثلا حتى شوفي نبرت احنا نحكي كثير من التنمية البشرية عن نبرت الصوت حدية الصوت بتأثر كثير الكتابة تماما الكتابة حالة الكاتب فيها بتصلك حتى عن طريق الواتس اوب فطبعا احنا بدنا نقول انه فيه رسائل عامة ممكن لانه اعداد كبيرة مثلا من العلاقات مثل معلت نيرومين ما فيه مانع من هالبوستات الجميلة والصور الجميلة ولكن فيه عندك الاقارب فيه عندك الاصدقاء الحميميين هذول لابد ان تكون معايدة خاصة بلسانك صحيح ونبضات قلبك لما تعتبر حالك بتعنى او فعلا تعني له لهيدا الشخص هازم فعليا تكون انت عم تكتب الرسالة من قلبك او تحكي معه تليفون تسمعه من خلال صوتك تماما يمكن هاي المشاعر اللي تحس فيها بالخطام اكيد من انتشكرك استاذ محمد لاببيدي وبنالك يعطيك الفعافية شكرا كتير شكرا نور شكرا نيرومين ان شاء الله كل عام ونتي بقى لف خير وبلدنا بقى لف خير وان شاء الله دائما انا بقول القادم باذن الله اجمل وحسن شكرا كتير لك شكرا شكرا